أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المسرية 2 تقديم بسانت محمد عقوق العقيق نفذت الوزيرة طايمة ما اتفقت عليه مع الملك عقيق وأرسلت مبعوثين لجميع الممالكة الكبيرة الخضاء تحت حكم مملكة الحور وجددت معهم عهد الولاء لكن الملك مغلود حاكم القروش رفض المشاركة مع جيش الملك عقيق في حال قرر الهجوم على الغرانيق واختار الحياد بزعمه أنهم جيران له في البحر الأسود ولا يريد خسارتهم خلال تلك الفترة صحة توقعات الوزيرة طايمة وبدأت انفرتيت بإرسال غرانيقها للإفساد والتخريب وإثارة الرعب والهلع بين كائنات البحور السبع لكنها لم تتعرض للتجمعات القوية للكائنات الضخمة واكتفت بالنيل من الكائنات الصغيرة كالأسماك والقشريات والرخويات ضمرت منازلهم وعكرت صفو حياتهم واعترضت كذلك الأسراب المهاجرة منها وخربت دائرة الحياة اللازمة لبقائها وكانت الوزيرة طايمة ترفع تقرير مفصل للملك عقيق بشكل دوري بكل ما يستجد وتنقل له الشكاوي الكثيرة التي كانت تصل لمملكة الحور من الكائنات الصغيرة والتي كان يتجاهلها حسب مشورة وزيرته مضت شهور على هذا الحال ولم يتحرك الملك لوقف عبث انفرتيت في البحر مما دفعها لتوجيه غرانيقها للبدء باستهداف الكائنات المتوسطة مثل الدرافيل والسلاحف والأخابيط وغيرها واضطرت لتحقيق ذلك لنشر المزيد من غرانيقها المحيطة بها في البحر الأسود وإرسالها لجميع أرجاء البحور السبع طيما وهي تدخل على الملك عقيق لدي أخبار مفرحة لك اليوم عقيق بحماس هل قلقان حبلة؟ طيما بوجه متوتر من سخة الملك لا يا سيدي عقيق بغضب ماذا إذن؟ الغرانيق بدأت باستهداف الكائنات المتوسطة كما توقعنا وخطتنا التسير كما يرام الغرانيق بدأت باستهداف الكائنات المتوسطة كما توقعنا وخطتنا التسير كما يرام عقيق ومتى سنغزوهم للإطاحة بملكتهم المزعومة؟ قالت طيما قريبا لكن لدي تحفز على أمر ما؟ ما هو؟ حاكم القروش مغلود ما بي متعاطف مع توجهات انفرتيت وأخشى أن يقدر بنا ويتحالف معها خاصة بعد اتخاذه الحياة فيما يتعلق بالحرب ضدها دفاعا عن مملكة الحور وجيشه لا يستهان به وإذ تحالف مع انفرتيت فسنتكبت خسائر أكبر في غزوتنا عليها وفي أسوأ الاحتمالات قد نخسر المعركة قال عقيق لا تقلقي بهذا الشأن مغلود لن يتحالف معها طيما لا أشك بحكمتك أيها الملك لكن كيف تيقنت من ذلك؟ عقيق الملك مغلود يحكم كائنات مفترسة لا تختلف وحشية عن الغرانيق وسيطرت عليها ليست من خلال قواته فقط بماذا إذن؟ قروشه تتغذى على الأسراب المهاجرة من الكائنات المتوسطة التي تعبر البحر الأسود بإذن مني ولا أفكر بخيانتي فسوف أمنع الهجرة من خلال البحر الأسود وسينقالبون علي لأن معظم القروج لا تترك مواطنها بسهولة وهي ليست كائنات مهاجرة بطبعها وتنتظر طعامها كي يأتي إليها من خلال مواسم الهجرة على عكس معظم الكائنات المفترسة الأخرى طيما وهي تبتسم ونحن من يتحكم بطعامها؟ عقيق نعم والغرانيق لن تنفهها عندما أوقف الأسراب المهاجرة عبر مملكته وأجوه شعبه طيما تحني رأسها أعتذر للسؤال فحكمتك أكبر من أن تفهمها سلحفا متوضعت التفكير مثل عقيق هل فحصتي لألؤان اليوم؟ طيما أتيت لك مباشرة عندما استلمت خبر تحرك الغرانيق وسوف أذهب إليها الآن عقيق يشوح بيده بواجه محبب إذهابي الآن أمرك خرجت طيما ولم تغب طويلا حتى عادت على عجالة للملك وقالت بحماس وهي سعيدة ومستبشرة الملكة حبلة الملكة حبلة حرك عقيق ذي له الضخم وعين بسرعة جاه طيما كاثرا كل الأعراف الملكية وأمسك بيها وهزق وقعتها بقوة وهو يقول هل أنت متيقنة؟ طيما ورأسها يتننح من هزة الملك القوية لصدفتها نعم متيقنة رمى عقيق بوزيرته للأعلى وارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة ألحقها بصرخة بهيجة وريثي وصل بعد مضية ثلاث أشهر الأولى وضعت الألؤان بيضتها وكان الملك قد شدد الحراسة عليها بشكل كبير ومنع أي أحد من زيارتها عضا طيما لتفقد أحوالها حتى هو لم يزورها ولا مرة منذ طلاقه الخبر وبالرغم من أن طبول الحرب كانت تقرع بين مملكة الغرانيق ومملكة الحور وحلافاءهم والتوتر قد وصل لذروته بينهم إلا أن الملك عقيق لم يشأ الدخول في حرب قبل رؤية وريثه مما دفع الممالك الأخرى للتضمر وإرسال مندوبيها ورسولها بشكل مستمر لحث الملك عقيق على التصرف مع تجاوزات الغرانيق التي بدأت تتجاوز الحد المعقول وطالت في تماديها بعض الكائنات الكبيرة أيضا طيما للملك عقيق خلال إحدى زيارتها له البحور السابعة تشتعل أيها الملك ولا بد من وضع حد لتجاوزات الغرانيق وبسرعة قال عقيق ليس قبل أن يصل وريثي طيما البيضة ستفقص خلال أسبوع ولو تحركنا الآن فسنسحق الغرانيق خلال أيام معدودة قال عقيق لقد صبرنا كثيرا ويمكننا أن نصبر أسبوع آخر لا أظن يا جلالة الملك عقيق بتجهم ماذا تقصدين لم أكن أريد إخبارك لكن إنفرتيت بدأت ترسل رسلا للممالكة المتحالفة معنا وتعرض عليهم السلحة مقابل مبايعتها والأخبار التي تصلني تفيد بأن بعض تلك الممالك بدأ يفكر جديا بالأمر حفاظ على سلامة شعبه عقيق بغضب شديد ألخونا لا تلومهم يا مولاي لقد أهملناهم لما يقارب العام وإنفرتيت أراقة الكثير من الدماء وشتتة العديد من الأسراب عقيق بهدوء ما تعداد جيشها الآن؟ قالت طايمة حسب آخر علم وصلي من جواسي سنة فالغرانيق الموجودة في البحر الأسود لا تتعدى العشر آلاف ثلثهم مرتكزون عند جبل قزان وماذا عن جيش الحور وحلفاء؟ جيشنا يتكون من خمسين ألف كائن بين حيتان وأخابيط ضخمة بالإضافة لأفراد من الحور والحلفاء قالت طايمة الملكة أوريكا تعهدت بتزويدنا بثلاث ألف حوت أزرق ومملكة النور لا يملكون مقاتليين أقوياء لكن خدمتهم في المشورة والتجسس كانت مفيدة لنا أما مملكة الأخابيط الملك عقيق مقاطعاً الوزيرة طايم يكفي سنتحرك الآن للبحر الأسود بنصف جيشنا وليبقى النصف الآخر بقيادتك لحماية الملكة وارسلي لبقية الممالكة المتحالفة معني بأن ترسل تعزيزتها بسرعة وأن يستخدموا الطيارات القوية لإقتصار الوقت وسوف نلتقي بهم عند الملك مغلود طايمة بتعجب مغلود؟ قال عقيق نعم فهو موجود حالياً عند أطراف البحر الأسود وسوف أستعين به لمنع الغرانيق الهاربة من الخروج خارج حدود البحر الأسود لطلب التعزيز من أتباعهم المنتشرين في البحور السبعة حتى نقتل ملكتهم طايمة هل تأذن لي بمشورة أخيرة أيها الملك المعظم قبل أن نتحرك؟ عقيق بتجهب تحدثي بسرعة لا وقت لدينا لا تقتل إنفرتيت قم بأسرها والعودة بيها لمملكة الحور فقط عقيق بغضب ماذا؟ ومن حكمة في ذلك؟ قالت طايمة الغرانيق بعد حكمها تعلمت الانضباط ومع الانضباط يأتي الولاء والغرانيق المنتشرة في البحور السبعة تقدر بثمانين ألف غرنيق ولو قرروا الانتقام لملكتهم في الوقت نفسه فسنواجه حرباً طاحنة يخسر فيها الجميع عقيق قد خف غضبه وماذا بعد أسرها؟ طايمة ببرود نقتلها عقيق بتعجب ما الحكم من أسرها إذن؟ قالت طايمة قتلها في أرض المعركة سيخلق منها شهيدة ورمزاً للغرانيق يخلده طريقهم للأبد والرموز لا تموت مهما حدث بل يموت لأجدها الكثير من الأحياء وما الذي سيمنح حدوث ذلك لو قتلناها هنا؟ قالت طايمة وجودها على قيد الحياة عندنا لفترة سيجعل الغرانيق تتروى في الهجوم علينا ومع مرور الوقت سيتشتتون ويعودون لأطبعهم وفرقتهم السابقة وقد يقتطلون فيما بينهم أيضاً عندها نقتلها بهدوء وتنتهي مملكة الغرانيق عقيق مبتزماً وتقولين أن تفكيرك بسيط طايمة وهي تحني رأسها للملك كلنا نستسقي الحكم منك يا مولاي قال عقيق فليكن إذن أخبري مارج بأن يعد الجيش الذي سأقود بنفسي لضحر من لقبت نفسها بملكة الغرانيق نجح الملك عقيق في مسعاه وقتل الكثير من الغرانيق في حربه الكبيرة التي دارت في عمق مملكتهم وتحديداً عند جبل قزام لم يفر منهم إلا أعداد قليلة تمكن جزء منهم من تجاوز حصار مغلود المحكم مع جيشه عند مخارج البحر الأسهل واستطاع بعد مقاومة عنيفة مع الملك إنفرتيت وقتل عدد كبير من جيشه على يدها محاصرتها وتغديرها بالقناديل والثعابين السام والعودة بيها مكبلة لمملكة الحور في البحر الأبيض منتصراً وسط بهجة واحتفال شعبه وكائنات البحر كلها عقيق وهو يدخل مقر عرشه مع مناديب حلفاءه وحراسهم وإنفرتيت المكبلة ويهتلي عرش الحجر الكبير بلغوا شكري وتقديري لملوككم على دعمهم حلفاناً مشترك مندوب الملكة أوريكا هذا واجبنا يا جلالة الملك عقيق وهو يشير لإنفرتيت لقد تخلصنا من وباء كاد يفتد بينا جميعاً وهذه المكبلة ستبقى أسيرة لدينا حتى تحاكم على جرائمها مندوب مملكة الأخوبيت وليما المحاكمة يا جلالة الملك جريمتها واضحة والبحور السبعة تشهد عليها أرى بعد إذنك أن تعدم الآن وأمام الجميع قال عقيق يبقى القانون قانوناً ونحن ندير شؤوننا بشكل مختلف عن مملكتك مندوب مملكة الأخوبيت أمرك يا جلالة الملك عقيق يشير لأتباعه وخذوها للسجن سيقت إنفرتيت خارج المكان وبدأ المناديب بالاستئذان واحد تلوى الآخر للرحيل والعودة لممالكهم حتى بقى مندوب واحد وهو مندوب مملكة النور قد كان أميراً شاباً في مقتبر العمر يتعى سرجن يحيط به مجموعة من الأسماك الذهبية المشاعة وأقال وهو حان رأسه للملك لدي طلب من جلالتك إذا سمحت لي عقيق مبتسمة نعم مملكة النور عقول كبيرة تحملها أجساد هزيلة اطلب ما تشاء وهو لك سرجن كما يعلم جلالتك بأننا شعب مسالم نكره الحروب قد كرسنا شعوبنا للبحث والعلم وتطوير حياتنا والارتقاء به عقيق وهو مستائم النبرة سرجن المتعالية قليلاً بدون القوة التي تؤثرها لحمايتكم لم تكونوا لتستطيعوا البقاء والبحث في أي شيء سرجن وهو يضع أحد لواسعه على صدره ويحني رأسه ونحن ممتنون ومقدرون لكرمك هذا ولن نبقى عالة بعد الآن على مملكة الحور ونطلب إذنك بالسماح لنا بالهجرة عقيق باستنكار الهجرة؟ الهجرة إلى أين؟ أخصى جنوب البحر المظلم قال عقيق لماذا اخترتم المكان الوحيد الذي تكون فيه سلطتي الأضعف؟ سرجن هذا المكان الحياة فيه شبه معظمة ونريد إعمارها بعيداً عن ضوضاء البحور السبع قال عقيق سأوافق بشرط لك ما تأمر يا جلالة الملك أن تبقوا مواليين لي وتتركوا جزءاً من شعبكم كمستشارين في مملكتي قال سرجن أنا مخول من ملكنا بقبول شرط كهذا لك ما أردت أيها الملك سوف نرسل خير المستشارين ليعملوا بجانبك وسنرحل مع بداية القمر الجديد خرج مندوب مملكة النور ولم يبقى في المكان سوى الوزيرة طايمة التي كانت تتابع ما يحدث بصم وبعض حراس الملك من الحيتان بالإضافة لحارسه المخلص كوكب صرف الملك حارسه وبقى مع وزيرته واحد وقال لها كيف حال وريفي؟ طايمة من المفترض أن تفقص البيضة اليوم أو غدا ألن تخبريني؟ طايمة واجهها يتغير وكأنها تايمة يقصده الملك أخبرك بماذا يا جلالة الملك؟ عقيق بإحباط مراوغتك هذه أعطتني الإجابة طايمة وهي تواسي الملك عقيق الإناث يمكنها أن تحكم أيضا وأنت سترزق بأميرة جميلة عقيق لم يحكم شعب الحور من قبل أنثى عبر تاريخهم الطويل وهذه ستكون سابقة مشينة في حق قالت طايمة الإناث يستطيع أن تولي مهام الذكور أيضا عقيق وهو يصرح بغضب مخيف في طايمة هل تستطيع الإناث القتال؟ هل تستطيع الإناث أن يحكمن خلال رعايتهم للبيود؟ الإناث محما بلغن فلن يبلغن مبلغ الذكور أبدا طايمة وهي تنزل رأسها محدثة نفسها إنفرتيت أنثى عقيق بغضب وصوت اهتز له المكان هل تتمتمين في حضوري يا زاحفة؟ أعتذر اصفح عني اخرجي قبل أن أقتلك وأبيد شعبك المتهالك طايمة بحزن وقهر أمرك عقيق ونفذ حكم الأعدام بحق الغرنيقة إنفرتيت فلم يعد هناك سببا لتأجيله ولا تعلنوا الخبر حتى أسمح بذلك طايمة وهي تهم بالرحيل أمرك خرجت الوزيرة طايمة من أمام الملك الغاضب وكان في استقبالها مارج لقد حجزنا ملكة الغرنيق في الحفرة المظلمة أسفل الوادي الرمي طايمة بحزن وإحباط لا تقل ملكك لا يسمعك الملك ويبيدك أنت وشعبك كما يقول دائما مارج ما بك يا معالي الوزيرة لا تبدين بأحسن حال طايمة متجاهلة سؤال مارج سأكون بجانب الملكة لألؤان حتى تفقص بيضته شدد الحراس عليها ولا تسمح لأحد إزعاجنا وجهز العدة كي نزور إنفرتيت الليل أي عدة لقد أمر الملك بإعدامها وسوف تقوم أنت بذلك بدس الأفاعي السامة في الحفرة معه قال مارج ألم يقرى الملك للنواب بأنه سيحاكمها طايمة بعصبية لا تجادلني يا مارج حاضر ما أنت جاوزت الوزيرة طايمة مجموعة الحيتان الموكلة بحراسة مهجع الملكة لألؤان ودخلت عليها حتى رأتها تحتضن بين أذراعها حورية صغيرة جميلة بأعين زرقاء وشعر أكثر زرقة لألؤان بوجه باسم ومبتهش اقترب يا طايمة وسلمي على الأميرة لوج طايمة وهي تحرك زعانفها مقتربة من الملكة وابنتها وهي تبتس لوج نعم لوج أعرف بأن الملك عقيق سيرفد تسميتها لأنها أنثى فسميتها أنا طايمة تمسح بطرف زعانفتها على رأس لوج الصغير اسم جميل يا جلالة الملك من المؤسف أن يوم ميلادها سيلطخ بالدم لؤلؤان بقلق الدم نعم فالملك أمر بإعدام ملكة الغرانيق المأسورة لدينا لكن ذلك سيكون فأل شؤم على ابنتي لا أجرأ على مخالفة أمره أو الحديث معه في هذا الخصوص لؤلؤان وهي تضع لوج فوق صدف الطايمة بتجه لكن أنا أجرأ حرقت لؤلؤان زي لها في نية للخروج فنادت عليها طايمة بقلق إلى أين يا مولاتي لؤلؤان وهي تخرج من مهجعها لقد انتهت فترة حضانتي وصف أقابل زوجي لم يمنع أحد من الحراس المنتمركزين خارج المهجع الملكة من الخروج بل أنهم لم يرفعوا نظرهم في عينها فهي مهما حدث تبقى الملكة ولها كيانها وكياستها واحترامها من احترام الملك لؤلؤان وهي تدخل على الملك عقيق الذي كان لا يزال وحده بعد صرف حراسه من الذي تفعله يا عقيق عقيق بهدوء ماذا تريدين يا لؤلؤان ولا تناديني بلا أرقاب لؤلؤان بتجهم كيف تعطي أمري بالأعدام يوم ولادة وريثك عقيق بسخرية تقصدين وريثتي لؤلؤان بغضب وسخرية مماثلة اسمع يا جلالة الملك المعظم أنا لم أبقى في ذلك المهجع شهور طويلة كي تستقبل ابنتك بهذا الوجه العابس عقيق وقد بدأ يغضب ماذا تريدين مني أن أفعل لؤلؤان بحزن أن تفرح أنت ابتهج لقد رزقت بأميرة جميلة لما لا تستطيع رؤية الهدية التي أحاول أن أهديها لك كنت أريد ذكر قالت لؤلؤان لا تضحي بالجميل لتحصل على ما هو أجمل فقد تخسرهما معا عقيق وهو يصفر فعلي ما تشاءين قالت لؤلؤان لم تعدم الغدنيق اليوم ولا أي يوم وسوف أحضر ابنتك لك الآن وأريد منك أن تحتفل بمولدها وأن تأمر جميع الممالك أن تحتفل معنا أيضا قال عقيق لنكتفي باحتفال بسيط في مملكة الحور وبالنسبة للغدنيقة لا أستطيع ابقاءها على قيد الحياة قالت لؤلؤان قم بنفيها إذن واعدمها لحقا لكن لا تروق دمها في مملكتنا عقيق بتهكم حسنا يا جلالة الملكة هل تأمرين بشيء آخر لؤلؤان تحرق ذيلها وتهم بالخروج بعبوس سوف أرسل ابنتك مع طيمة ستتعرف عليها بسهولة فقد ورثت عينيك البشعتين عقيق يبتسم هو ويراقب زوجته تخرج غاضبة بعد دقائق من خروج الملكة دخلت الوزيرة طيمة وفوق صدفتها كانت تسترقي حرية صغيرة بشهر أزرق يخالطه بعض الشعيرات الحمراء وأعين زرقاء واسعة وحراشف ذيل ملونة بدرجات اللون الأزرق مع قليل من درجات اللون الأخضر توقفت الوزيرة طيمة عن العوم عند أقدام الملك عقيق الذي بقى يراقب ابنته الصغيرة وهي تلعب على ظهرها ويحدث نفسه قبضته على خده لما لم تكوني ذكرا؟ لم تحرك الوزيرة طيمة ساكنا ولوز فوقها تعبث وتلعب بصدفتها حتى تحدث الملك عقيق معها وقال لا تعدموا انفرتيت حاضر يا سيدي عندها انتبهت لوج لأبيها وحركت ذيلها الصغير وعامت تجاهه وبدأت تلعب بشعره رموضي الكثيف تخوفت طيمة من ردة فعل الملك وقالت بارتباك هل تأذن لي بأخذ سمو الأميرة للخارج؟ عقيق وهو يمسك لوج بيديه الكبيرتين برفق ويضعها أمام عينيه ويحضق بها لا اتركيها معي أمرك عقيقي يوم عن النظر في الوسم الملكي على جبين لوج ويقول هذا أجمل شيء فيك قالت طيمة هل تأمرني بشيء آخر؟ عقيقي يضع لوج في حجره ويقول انفوا الغرنيقة للمدينة المفقودة في البحر الأزرق واحبسوها هناك وعينوا عليها حراسة مشددة ولا تطعموها حتى تموت كما تشاء يا سيدي بعد عدة أيام نقلت إنفرتيت للبحر الأزرق ورافقها خلال تلك الرحلة مجموعة كبيرة من الحيتان والقروش بقيادة الوزيرة طيمة لوضعها في مقرها الأخير بعد وصول الموكب للمدينة المفقودة اختارت طيمة أحد المباني الحجرية قديمة وأمرت من معها بتقييد إنفرتيت في الداخل وقد كانت مخدرة بالكامل جراء وغزها بمخدر قوي تفرز أنواع نادرة من القناديل عندما أفاقت ملكة الغرانيق بدأت تحاول التفلت من قيودها المعدنية بغضب شديد فقالت لها طيمة والحراس من خلفها لا تحاولي فهذا المعدن مسقول بحمم الجبال النارية ولا يستطيع أحد تحطيمها إنفرتيت وهي تتنفس بحنق وغضب شعبي لن يتركني وسوف يبحث عني ويحررني طيمة ببرود شعبك تفرق وتشتت أسرع مما كنا نظن وعادوا لهمجياتهم السابقة وهم الآن منشغلون في الاقتتال فيما بينهم سرخت إنفرتيت صرخة قوية عندما أدركت أنها لم تخرج من أسرها طيمة وحدث قائد الحراس ووزع أتباعك عند المدخل وحول المبنى وتركوني معها وحدنا خرج الحراس جميعا خلف قائدهم وبقيت الوزيرة طيمة تراقب إنفرتيت الساخطة بهدوء حتى حدثتها وقالت بتجههم لما لم ترحالي مع بهائمك يا زاحفة طيمة وهي تعوم ببطء حول المكان الملك عقيق يعايرني بالزاحفة أيضا عندما يغضب مني إنفرتيت بغضب لأنك كائن حقير لا قيمة له طيمة وهي تمعن النظر في أحد النقوش على الجدران لكن هذه الحقيرة تملك مفتاح الأقفال التي تقيدك إنفرتيت بتوطر وحماس المتجهن حرريني حرريني طيمة وهي تلتفت على إنفرتيت وما الذي سأستفيد اطلبي ما تشاءين أنا لست حمقاء كالغرانيق الذين كنت تقودينهم لو حررتك الآن فستفتكين بي وبالحراس في الخارج في لمح البصر وتختفين في ظلمة البحر ماذا تريدين إذا؟ ضمانا على ماذا؟ على أنك لن تقدري بي أو بالأحرى شيء يمنعك من الغدر بي قالت إنفرتيت لا أملك ضمانا كهذا طيمة وهي تحرك زعانفها وتهم بالرحيل موتي بحسرتك إذن يا ملكة الغرانيق قالت إنفرتيت انتظري طيمة وهي مستمرة بالعوم نحو المخرج انتهى لقاؤنا إنفرتيت بصوت مرتفع أنا ضر توقفت الوزيرة طيمة عن السباحة عندما سمعت اسم الحورية التي أمر الملك عقيق بأعدامها حسب رواية مارج لها أدارت طيمة نظرها نحو إنفرتيت والتي كانت بالطبع لا تشبه شكلها السابق نهائيا وقالت در در من؟ در أخت الملكة لألؤين التي أدخلتها على الملك عقيق عندما كان يبحث عن زوجة قالت طيمة هذه المعلومة يمكن لأي أحدا أن يدعيها إنفرتيت وهل الجميع يعرف بأنها ألقت بتهمة قتل الوريث الملك على نفسها بالرغم أنها لم تكن الفاعل؟ طيمة بتوتر لا يوجد دليل على أنها لم تكن الفاعل قالت إنفرتيت اسأليني أنت إذن؟ أسألك ماذا؟ اسأليني أي سؤال لن تعرف إجابته سوى ضره طيمة وبعد ثوان من التفكير حسنا عندما أحضرك مارج مع أختك لقصر الملك كان هناك حوريتان معكما هل تذكرينهما؟ قالت إنفرتيت بالرغم من أنني كنت منشغلة باللعب مع سمكتي الصغيرة لكن نعم أذكر يم ابنة فلك ولزا ذات الشعر الأحمر ما بيهما فتحت طيمة فمها وتسعت عيونها من الدهشة وقالت كيف علمتي بذلك؟ لأني أنا ضر طيمة وهي تعوم مقتربة منها وما الذي حدث لك وكيف؟ إنفرتيت مقاطعة طيمة بصخت أنا حاقد على العقيق أكثر منك وكرهان المشترك هو الضمان الوحيد الذي أقدمه لك يا وزيرة مملكة الحور حدقت طيمة لفترة قصيرة في أعين إنفرتيت ثم قالت لكن يجب أن نطيح به بطريقتي وليس بطريقتك إنفرتيت وهي تهز قيودها المعدنية في حماس ظاهر وهل هناك طريقة غير غاز ومملكته وسفك دمه أمام شعبه؟ طيمة وهي تزبح حول إنفرتيت قد جربت هذه الطريقة وفشلت قالت إنفرتيت فشلت لأن شعبي كان مشتتا ولم يكن بقربي لكن لو اجتمعوا طيمة مقاطعة الحديث الساخن لن يجتمعوا وحتى لو استطعت جمعهم فكم من الوقت ستستغرقينه قبل أن يصر خبر هروبك للملك عقيق ويبدأ بالبحث عنك ويتثبت من موتك إنفرتيت وحماسها ينضب ماذا تريدين مني أن أفعل إذن؟ طيمة وهي تبتسم طلب المشهورة هو تاجر عقلاء أنا منصطة انتقامنا من الملك عقيق لن يكون بقتله فقط بل بنزع الملك منه ومن سلالته قالت إنفرتيت الملك عقيق أبطر أبطر وليس له وريف بل له إثنان إنفرتيت بتعجب إثنان؟ هل يعلم بوجودهما؟ لا يعلم عن واحد فقط ابنته لوج التي رزق بها اليوم من أختك لقلقان إنفرتيت وتعبير وجهها تتغير لقلقان رزقت بمولود قالت طيمة تعرفين بأننا يجب أن نقتل أختك وابنتها مع الملك أليس كذلك؟ إنفرتيت وهي تستعيد تركيزها نعم أعرف طيمة بشيء من الريبة هل أنت واثقة من ذلك؟ إنفرتيت بغضب قلت لك أعرف ما هي خطتك قالت طيمة يجب أن نجد أحدا يستطيع كذب ثقة الملك ويتسلل المملكة كي يعيننا من الداخل ماذا عنك؟ لم أرى عقيقي يثق بأحدا مثلك قالت طيمة يثق برأيي وليس بيه وما الفرق؟ فرق شاسع جدا ثقة بأختك لؤلؤان هي نوع الثقة التي أبحث عنها قالت إنفرتيت لقد روضتني فكرة ما هي؟ لن أخبرك بها حتى تفوق قيودي حسن بدأت الوزيرة طيمة تشتر من معدتها المفتاح وعند خروجه من فمها أطبقت عليه بفكيها وفكت الأقفال المقيدة لإنفرتيت التي ما أن تحررت حتى عامت لأعلى المبنى منتشية بحريتها التي استعادتها طيمة هل تفكرين بالهروب؟ إنفرتيت وهي تدعك معاصمها من أثر القيود وتحطق بباب الخروج مبتسمة سوف أتزوج عقيق وأكسب ثقته طيمة تتزوجينه؟ هل جننتي؟ المالك لا يتزوج إلا من حور ومن سلالات محددة إنفرتيت وهي توجه نظرها من الأعلى لطيمة المطلوب منك هو أمر واحد فقط أن تعود للبحر الأبيض وحدك الآن وبعد رحيلك سأقتل جميع الحراس وعند وصولك أخبري عقيق بأنني هربت بماذا تفكرين؟ سأعود للمملكة وسنكمل خطتنا وقتها وسأصبح ملكة البحور السابع طيمة لم نتحدث عن نصيبي في هذا الاتفاق إنفرتيت ماذا تريدين؟ قالت طيمة ما كنت أحلم به منذ زمن طويل أن يكون لشعب السلاحف مملكة قبقية الممالكة الكبيرة إنفرتيت بسخرية السلاحف كائنات متوسطة ولا تملك مقاومات الممالك طيمة لا يهمني ذلك أريد أن تعليني لنا مملكة قائمة ومستقلة عندما تصبحين ملكة البحور السابع إنفرتيت وبالطبع تريدين أن تكوني حاكمتها نعم وأنا من سيدير شؤونها وأنا فقط من سيضع قوانين الهجرة والتزاوج فيه؟ قالت إنفرتيت حسن لا بأس قالت طيمة متى سنبدأ بتنفيذ خطة الإطاحة بعقيق؟ قالت إنفرتيت بعد عامين عامين وسأعود لمملكة الحور وأستولي عليها وأقضي على أي وريث يهدد حكمي طيمة مبتسمة بما أنك قلت عامين فهذا يدل على أن خطتك ليست سيئة سأنتظر عامين قالت إنفرتيت لن تريني بهذا الشكل عندما نلتقي مرة أخرى كيف سأتعرف عليك إذن؟ إنفرتيت بنظرة صارمة للأفق ستعرفينني ستعرفينني جيدا رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 أمضت بلشون مع القبطان أياما دون أن يبدأ بالسعي خلف كنز جينكس لأنهم أدرك أن إيجاد الكنز سيحتاج منهما التكايف مع الجزيرة أولا وتأمين مصادر الماء والطعام بانتظام وكذلك أتعرف أكثر على تضاريس تلك الجزيرة المجهولة بلشون وهي تجهز لإشعال نار أمام الكهف عند الغروب قد جمعنا كمية كافية من الأخشاب الجافة ستغنينا لإسبوع كامل عن جمع غصن واحد القبطان يراقب بلشون وهو مستلق أمام الكهف وضعا ساقا على ساق وبين أسنان وعود خشبي صغير أعتقد أننا لن نجد هذا الكنز أبدا بلشون وهي تحق قطعتين خشبيتين جافتين بعضهم وببعض وتواجه نظرها لقبطان ليما تقول ذلك؟ القبطان محضقا بالنجومة التي بدأت تصهر وهو يعض على أطراف قطع الخشبية بين أسنان قد أمضينا أياما هنا ولم نتقدم خطوة واحدة تجاه الكنز لم نقم سوى بجمع الثمار والأخشاب وكأننا سنستقر هنا للأبد بلشون وهي تنفخ على الدخان الذي بدأ يرتفع نتيجة الاحتكاك بين الخشبتين ما نقوم به الآن هو أهم خطوة تجاه إيجاد الكنز ثم أن الخريطة لا تشيل لمكان الكنز قبطان مدير النظر نحو بلشون كيف؟ نحن حتى لم نفتح الخريطة منذ أن وجدنا الكهف إلا مرة واحدة لعل هناك رموزا لم تفهميها بلشون تضع بعض الأوراق الجافة على لسان النار الصغير الذي نشب وتنفخ عليه لقد قرأت الخريطة بالكامل ولا يوجد رمز أو إشارة لمكان الكنز أو حتى الطريقة المؤدي إليه قال قبطان ما معنى هذا الكلام؟ هل سنحبس على هذه الجزيرة دون أن نجد الكنز؟ قالت بلشون الكنز لن ينفعنا إذ لم نجد طريقة للخروج من هنا الكنز الحقيقي هو ترك هذه الجزيرة قبل أن تلتهمنا قبطان يعيد نظره للسماء كيف استطاع جينك ستارك الجزيرة بعدما دفن الكنز ورسم خريطته؟ كيف تمكن الخروج منها والعودة لميناء بردوسة كما قيل وتناقله الرواد؟ بلشون وهي تعتدل في جلستها بعدما كبرت النار عاد مثلما أتى بسفينته قبطان وهو سارح في النجوم لا أعتقد قالت بلشون لم يكن هناك طريقة أخرى ليعود بيها قبطان ملتفتا عليه كيف؟ ألم تقولي بأنه قتل كل أدباع الذين عوانوا في دفن الكنز؟ ثم ماذا عن السيرينات؟ لما لم يعترضوا طريقه خلال دخوله أو خروجه من الجزيرة؟ أسئلة كثيرة لا يوجد لها إجابة هناك حلقة مفقودة قالت بلشون أبي قتل من نزلوا معه على الجزيرة فقط ولم يقتل من بقى على السفينة ماذا عن السيرينات؟ لما لم يواجه مشكلات معهم؟ أظن أن سفينته لم تكن كبيرة لذا استطاع أن يرس بها مباشرة على الساحل ولم يضطر لاستخدام القوارب الصغيرة مثلك والسيرينات لا تستطيع مهاجمة الصفر أقبطان هل هذه زنون أم أنك متيقنة من كلامك؟ قالت بلشون هذا هو التفسير المنطقي لتساؤلاتك أقبطان أجيبيني على هذا السؤال إذن أين ذهب بقية أفراد تقيمها الذين بقوا على السفينة من المستحيل أنهم تنازلوا عن حقهم في الكنز بلشون لا أعرف أقبطان وهو ينهض ويمد يده لبلشون ناولين الخريطة ماذا تريد بها؟ أقبطان ويده لا تزال ممدودة نحو بلشون والنار بينهما أريد أن ألقي نظر عليها أخرجت بلشون الخريطة من جيب صدرها ومدتها للقبطان وتركتها لكنه لم يلتقطها فورا وسقطت في النار أقبطان يدخل يده بلا تفكير في النار ويخرج الخريطة التي اشتعلت أحد أطرافها ويقول بغضب ماذا فعلتي؟ بلشون تنهت بقلق وتوتر هل احترقت؟ أقبطان قد أطفأ الجزء المحترق لا الحمد لله لم يحترق سوى طرف صغير من زاويتها بلشون بارتياح الحمد لله بدأ قبطان بتفحص الخريطة بنظر والسير بخطوات بطيئة مبتعدا عن بلشون توقف بعد لحظات وقال وعينه لا تزال على الخريطة هل كتبت شيئا عليها بالأسود وهي معك؟ بلشون لا لم أكتب شيئا لعله بعض الرماد علق بها عندما وقعت في النار قبطان وهو يرفع الخريطة أمام بلشون وهل النار رسمت هذا الرمز بالأسود؟ صارت بلشون نحو قبطان وأخذت الخريطة منه ونظرت إليها وقالت بحماس إنه رمز مخفي قبطان بتساؤل ماذا تقصدين بمخفي؟ بلشون وهي تفرش الخريطة الجلدية في وجهة قبطان ألا تفهم الخريطة التي معنى ناقصة والنار أظهرت بقية محتواها قبطان ما زلت لا أفهم توجهت بلشون للنار وبسطت الخريطة فوق ألسنتها المترصة وبدأت بتقليبها قبطان بصوت مرتفع ماذا تفعلين؟ صافة تحتارق الخريطة بلشون وهي تراقب بعض الرموز تظهر على الخريطة بابتسامة عريضة وواجه مبتهج الخريطة تكتمل الخريطة تكتمل القبطان يسير ويقف بجانب بلشون ويراقبها وهي تقلب الخريطة فوق النار هل سنجد الكنز الآن؟ بلشون تبعد الخريطة عن النار وتمدها للقبطان مبتسمة انظر بنفسك القبطان وهو يتفحص الخريطة الجديدة بعينيه الخريطة تغيرت هناك الكثير من الرموز الجديدة التي رسمت باللون الأسود قالت بلشون انظر للرمز الذي ظهر في الركن الأعلى من اليمين وجه قبطان نظر حيث أشارت له بلشون ورأى رسمة لجرس فقال ما هذا؟ بلشون بسعاد الكنز هذا هو مكان الكنز هذا مجرد جرس بلشون بحماس الجرس في لغة القراصنة هو رمز الثراء قالت قبطان ماذا ننتظر إذن لنذهب؟ بلشون ليس الآن فالسير ليلا خطر ثم أننا يجب أن نأخذ كفاياتنا من الزاد والماء فالرحلة تبدو طويلة لأن المكان يقع في النصف الآخر من الجزيرة ونحن لم نستكشف تلك المنطقة بعد القبطان ونظر لا يزال على الخريطة ومع تلك الرموز الأخرى التي ظهرت بلشون وهي تأخذ الخريطة من يد القبطان وتحرق سبابتها عبرها لم أتعرف على أين منها لم أفهم سوى رمز المرساة هذا القبطان وهو ينزل للخريطة هذا الرمز يشير لمكان في أقصى الجهة الأخرى من رمز الجرس ما معناه؟ بلشون المرساة رمز إيجابي لكن لا أعرف معناه ماذا عن الرموز الأخرى؟ بلشون الرموز السوداء الأخرى ظهرت في أماكن متفرقة من الخريطة ولا أعرف معناه القبطان لما رسمت إذن إذا كان طريق للكنز موجودة بلشون وهي تعيد الخريطة لجيب صدرها لا يهم هذا الآن المهم أن نستعد لرحلتنا غدا نحو رمز الجرس بدأ الأثنين بتجهيز بعض الثمار التي جمعاها ووضعاها في جيوبهما بقدر ما اتسعت لها وقربة الماء الوحيدة التي كانت معهما كانت شبه ممتلئة بالماء لذا تخلي عن فكرة العودة صباحا لمنبع الماء لاختصار الوقت لأنه لم يكن قريبا منهما وسوف يضيع عليهم جزءا مهما من النهار بعدما انتهي جلسة أمام النار وقالت بلشون أعتقد أن الفجر لم يبقى عليه الكثير يجدر بنا أخذ قسط من الراحة قبل أن نتحرك القبطان وهو يطعم النار المزيد من الأخشاب الجافة وإذن من استيقظ إلا منتصف النهار كما حدث بالأمس بلشون وهي تقطب ثمرة بواجه متكدل لا تقلق سوف أنام عند فتحة الكهف وبذلك سيكون نومي خفيفة قبطان ليما عبستي بواجهك هكذا هل الثمرة غير ناضجة لا لكني لا أحب طعمها قبطان بتعجل لستي مجبرة على تناولها هناك أنواع كثيرة من الثمار غيرها بلشون وهي تأخذ قطمة أخرى هذه الثمرة كانت المفضلة لأبي كما كانت تقول الأم قبطان تعرفين الكثير عن أبيك بالرغم أنك لم تقابليه مرة واحدة بلشون أحاول تذكره بتقليد قدر الإمكان قال قبطان علاقتك بأبيك غريبة وتكاد تكون كالهوس قالت بلشون هذه حياتي ولا شأن لك كيف أعيشها قبطان وهو يجلس أمام النار وقريبا من بلشون هل تشعرين بالندم؟ ندم على الأشياء التي لم أقم بها أكثر من الأشياء التي قمت بها مثل ماذا؟ بلشون وهي ترمي ما تبقى من الثمرة جانبا هل تحاول التقرب مني أيها قبطان؟ قبطان مبتسما أريد فقط أن أعرف ما هي الأمنيات التي لم تستطع تحقيقها حتى الآن أنا لا أملك أي أمنيات فقط أحلاما وما الفرق؟ الأحلام أقوى من الأمنيات لا أرى فرقا بينهما من يتمنى شيئا فهو ينتظر أحدا غيره ليحققه له وهذا الشخص قد لا يأتي أبدا والأحلام الأحلام نحن فقط من يستطيع تحقيقها لأننا الوحيدون من يراها ويعرف تفاصيلها بوضوح أقبطان وهو يعبث بالنار بعصن حيلة مبتسمة ما زلت لا أرى الفرق قالت بلشون الفرق في الأمل الأمل؟ نعم الأمل الأمل هو وحده من يحركنا للأمام ويدفعنا للاستمرار الأمنيات لا تأتي بالأمل لكن الأحلام مليئة به قالت قبطان ربما بلشون هل هذه الجزيرة في ممر الصفن؟ ماذا تقصدين؟ كنت أفكر بتجهيز علامة ما عند الشاطئ فقد يحالفنا الحظ وتمر سفينة من هنا لا أعتقد أن ذلك سيكون مجديا فقد خرجنا عن مصاري الصفن التجارية وصفن الصيد وفرصة مرور أي منها بالقرب من هنا شبه معظم بلشون مكان مناسب كي تخبأ أغلى ما تملك أقبطان وتفقد أغلى ما تملك أيضا بلشون تبتسم بصمت وتنظر أمامها أقبطان مبتسما سأنام معك بالخارج الليلة بلشون لا دعي لذلك سوف أوقزك عندما أفيق أقبطان وهو ينهض ويهم بالدخول للكهف حسنا بلشون وهي سارحة أمامها أعتقد أن لدينا مشكلة أقبطان وهو لا يزال يسير نحو الكهف مبتسما أيقزيني عندما تطيقنين بلشون محدقة بالأفق وتحديدا للغيبة الكثيفة بنبرة قرقة انتظر أقبطان وهو يتوقف عن السير ويلتفت عليها ماذا؟ ما الأمر؟ بلشون بواجهة قلق ونظرها لا يزال منصبا على الغيبة أمامها هل تسمع شيئا؟ أقبطان يدير نظره للغيبة بواجهة متعجب وينصد قليلا ثم يقول لا لا أسمع شيء بلشون بتوطر بالضبط أقبطان وهو ينظر لبلشون بالضبط ماذا؟ بلشون وهي تنهض من مكانها دون أن تحيد بنظرها عن الغيبة لقد توقفت أصوات الغيبة بالكامل الحشرات الضفاضع كلها توقفت فجأة في وقت واحد أقبطان يعود بنظره للغيبة وبنبرة متسائلة وما المشكلة؟ بلشون وهي تلتفت على القبطان هذا لا يحدث إلا عندما تريد تلك الكائنات تجنب الافتراس أقبطان بتوطر؟ افتراس ماذا؟ بلشون وهي تخرج خنجارا صغيرا كان بحوزتها وتسير ببطء تجاه الغيبة بقلق الشيء أكبر منها لم تنهي بلشون جملتها حتى سمع الاثنين زئيرا قويا ومخيفا آتيا من عمق الغيبة أقبطان بهلع ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ بلشون تجري بسرعة نحو النار وتلتقط غصنا كبيرا وتقوم بإشعاله يجب أن نرحل بسرعة أقبطان بخوف وتوتر شديد نرحل إلى أين؟ بلشون تجري داخل الكهف حيث لا يمكن لذلك الكائن أن ينال منه أي كائن؟ ظهر من الغيبة مخلوق ضخم يشبه الزئب في الشكل لكن بنيته أضخم بكثير وفراءه كثيف وأنيابه كبيرة وأطراف الخلفية أطول من الأمامية وكان يجري بطريقة غريبة وسريعة نحو الكهف وكأنه يقفز ويهرول في الوقت نفسه عندما رأى قبطان ذلك المنزر المفزع جرى خلف بلشون داخل الكهف ولم يسعف الوقت كي يحمل شعلة معه فبقى يركض بلا توقف في ظلام الكهف الدامس وصوت زئير تلك الدابة يرتفع ويقترب خلفه حتى استضم بقوة في الممر الضيق الذي لم يستطع تجاوزه سابقا ليقع على الأرض مشيا عليه وقبل أن يغمض عينيه سمع زمجارة ذلك المفترس تقترب منه أكثر فأكثر فتح قبطان عينيه لكنه لم يرى شيئا وهو مسترقا على ظهره في عتمة ظلام دامس ولم يعرف كم غاب عن الوعي وعند محاولة النهود أحس بألم شديد في رقبته فقال وهو يجلس محدثا نفسه ما الذي حدث بلشون ترد عليه من خلال الظلام لقد كاد ذلك الوحش ينال منك لكن لحسن الحظ استطعت سحبك من الفتحة السفلية للمضيق قبل أن يتمكن من ذلك أقبطان بقلق وهو مشوش أين أنت؟ أين أنا؟ قالت بلشون نحن في ذلك التجويف في عمق الكهف الذي لم تستطع اجتيازه سابقا أقبطان وهو يمسح على رقبته هل رحل ذلك الشيء؟ قالت بلشون لا أعرف فقد بقى يزأر بغضب ويحاول الدخول علينا لفترة حتى يأس منذ متى كان ذلك؟ قبل ساعتين تقريبا هل غبت على كل تلك المدة عن الوعي؟ نعم الشعلة التي كانت معي انطفقت بسرعة ولم أستطع الخروج وتركك وحدك هل تظنين أنه رحل؟ بلشون لم يبقى على شبوق الشمس سوى قليل ولا أظنه سيبقى خلال النهار أقبطان نحن في منطقة عميقة من الكهف ونور الشمس لا يصل إليها فكيف نضمن أنه خرج من الكهف؟ بلشون سوف أخرج للتحقق الآن أقبطان بقلق لا تخاطري بلشون وسوت واقع أقدامها سيرا نحو فتحة المضيق واضح لا يمكننا البقاء هنا للأبد بقى قبطان جالسا على الأرض بينما كان يسمع خطوات بلشون تبتعد عنه شيئا فشيئ حتى اختفت بالكامل أقبطان محدثا نفسه أتمنى أن الكنز يستحق كل هذا العناء والتضحيات التي نقدمه أمضى قبطان وقته في ذلك المكان بصمت وخلال صمته سمع صوت كريقات الماء المرتطمة بشكل منتظم على سطح الماء لم يعرى الصوت في بادئ الأمر أي اهتمام وعزال مياه قد تكونت تصربت لجوف الكهف وهذا أمر طبيعي لكن وبعدما تحول الصوت لثواني لما يشبه الماء المتضفق المنهمر يصاحبه صوت سقوط بعض الأجسام الصلبة وعودته للتنقية مرة أخرى أثار ذلك فضولة قبطان الجالس لكن وبسبب الظلام لم يستطع التحقق من الأمر ظهر نور أصفر متحرك خلف قبطان صاحبه صوت بلشون قائلا هل تستطيع المشي؟ قبطان ينهض ويلتفت نحو مصدر الضوء هل رحل ذلك الشيء؟ قالت بلشون نعم وهذه الشعلة هي كل ما تبقى من النار التي خمدت قبطان مقتربا من الفتحة الضيقة ناوليني إياها بلشون تمد الشعلة باستغراب لماذا؟ قبطان يقبض على العصر مشتعلة ويسحبها للداخل معه أريد تحقق من أمر ما؟ بلشون وهي تدخل عبر المضيق ما الأمر هل وجدت شيئا؟ قبطان يحرك الشعلة فوق رأسه ويضع سبابته على شفتي مشيرا لبلشون بالصمت اسمعي بلشون بوجه متعجب أسمع ماذا؟ قبطان وهو لا يزال يبحث بنظره في المكان مستعينا بوهج الشعلة لا تتكلمي وانصطي بعد ثوان من الصمت عاد صوت الماء المنهمر فاستطاع قبطان تحديد مصدر الصوت ووجه شعلته تجاهه وفجئ بما رأى وقال لبلشون انزري دنت بلشون من قبطان وحنت رأسها حيث كان يشير بشعلته وقالت بتعجب ما هذا؟ رأى الاثنين كومة من العملات الذهبية وبعض الأحجار الكريمة المتكومة فوق هدبة صغيرة وكان من الواضح أنها تجمعت عبر سيرها مع ذلك الطيار الضعيف للماء المتساقط من فتحة مرتفعة بلشون وهي ترفع رأسها ما معنى هذا؟ قبطان وهو يلتقط إحدى القطع المعدنية هل تعتقدين أن هذا هو الكنز؟ بلشون مشيرة للأعلى وجه النور هنا أريد رؤية مصدر الماء نفذ قبطان ما طلبته بلشون لكن الصقف كان مرتفعا ولم يصل النور لأقصى قبطان الذهب والمجوهرات الموجودة هنا تكفي لتحويلنا إلى أغنى الأغنياء بلشون تعيد نظرها نحو جبل العملات الذهبية الصغير هذا ليس كنز أبي قال قبطان أعتقد أن الخريطة قد تكون مضللة وهذا هو الكنز الحقيقي بلشون هذه مجرد بعض العملات والأحجار هل كنت تطمحين لشيء أكبر؟ لقد وصلنا لقمة جبل الطموح ولم يعد هناك شيء سوى النزول بلشون عندما يكون هدفك النجوم ستكون قمم الجبال مجرد خطوة على الطريق أقبطان بتهكم وما هي تلك النجوم التي تسعين خلفها؟ كنز أبي؟ كنز جينكس؟ لا أظن أن أباكي كان يملك شيئا عدى تلك العملات وقد رسم تلك الخريطة للتذاكي فقط قالت بلشون سوء الفهم هو أسرع طريق نحو سوء الظن وما الذي أسأت فهمه يا ابنة قرصان؟ قالت بلشون الخريطة أقبطان أعتقد أننا يجب أن نبدأ بالتفكير في الخروج من هذه الجزيرة بأسرع وقت ونكتفي بما وجدناه بلشون بتجهم ماذا عن الكنز؟ أقبطان وهو يسير نحو المضيق للخروج لا يوجد كنز غير الذي ترينه هنا بلشون وهي تلحق بالقبطان مستحيل لابد أن هناك شيئا أثمن من هذه العملات أقبطان ينزل ليسحف من تحت المضيق ويمد الشعلة لبلشون لا يوجد شيء آخر هذا هو كنز جينكس بلشون وهي تمسك بالعصى المشتعلة لكن أقبطان يمد يده من الجهة الأخرى للمضيق طالبا الشعلة السفينة لن تكون صالحة للإبحار مدة طويلة ويجب أن نعود إليها بسرعة قبل أن تتمزق أشتعاتها بفعل الرياح والشمس بلشون وهي تناوله الشعلة وتسير عبر الفتحة الضيقة وكيف سننقل هذا الذهب معنا؟ قال القبطان وهو رفع شعلته أمامه ويسير نحو مخرج الكهف هذا ليس ما يقلقني الآن همي هو كيف سنعود للسفينة دون قارب بلشون وهي تسير خلف القبطان القارب ليس مشكلة يمكننا صناعة طوف من الأخشاب والحبالة المنتشرة في الجزيرة القبطان ما المشكلة إذن؟ السيرينات قالت بلشون لست متيقنة لكن لا أظنها تهاجم أحدا خلال النهار القبطان ملتفتا على بلشون بشعلته هذه المعلومة كان يمكن أن تنقذ تاقيمي لو تحدثت بيها قبل أن نبحب قاربنا ليلة نحو الجزيرة بلشون لم أكن على علم بيها عندما أبحر نصوب الجزيرة القبطان بتجهم وكيف وصلت ذلك العلم الآن؟ بلشون بتردد قرأتها في الخريطة بعد ظهور الرموز السوداء القبطان بعصبية أنت لا تزالين تخفين علي معنا بعض الرموز لماذا؟ أخبرتك بأني لست واثقة من هذه المعلومة إذ أردت إلقاء اللوم علي لموت تاقيمك فلا بأس أتفهم ذلك لكن لا تفتعل المشكلات القبطان وهو يستأنف المسير محدثا نفسه لنتوقف عن الحديث في هذا الأمر خرج الاثنين من فواهة الكهف وألقت بلشون نظر على الأخشاب التي جمعها لإشعال النار وقالت لا أظن أنها كافية لبناء طوف نعبر به للسفينة القبطان وهو يرمي الشعل على الأرض سنجمع المزيد منها إذن اجمعها واحدة ماذا؟ ماذا تقولين؟ بلشون تسير مبتعد عن القبطان أنا سأبحث عن مصدر الماء الذي كان في الكهف فلابد من أنه يأتي من مكان الماء القبطان بغضب لا تكوني طماعة ما وجدناي كاف فلا تضيعي ما حققناه بسبب جشعك بلشون تلتفت على القبطان وتصرخ بغضب هل تظن أنني أبحث عن المال مثلك؟ القبطان بتعجب عن ماذا تبحثين إذن؟ بلشون بصوت مرتفع مستحيل أن يفني رجل سنين طويلة من حياته في البحر بعيدا عن زوجته وابنته لأجل المال فقط قال القبطان أنت تبحثين عن سبب لهجر والدك لك وليس عن كنزه بلشون وقد بدأت بالبكاء وبصوت مرتفع لا يمكن أن يكون سبب تدميره لحياتي مع أمي بعض النقود الذهبية فقط القبطان بهدوء أبوك كان قرصانا وهذا أقصى ما يمكن أن يطمح إليه بلشون وهي تلتقط حاجرا من الأرض وتقذفه صوب القبطان بغضب وأعين دمعا لا تتحدث عن أبي وكأنك تعرفه القبطان محدثا نفسه محما حاولت لن تستطيع المشي بخطوات ثابتة في مستنقع الجدال جرت بلشون بعدما رمت بالحجر تجاه طريق يقود لخلف الجبل والقبطان خلفها يصرخ فيها قائلا لا تأتي وتتوسلي إليك كي أصطحبك معي عندما أخرج من هذا المكان اختفت بلشون خلف الجبل ولم ترد عليه القبطان وهو يصرخ فيها مرة أخرى اذهبي للجحيم إذن خلال الأيام التي تلت ذلك جمع القبطان الأخشاب والحبال اللازمة لبناء طوف وشارف على الانتهاء منه وكان ينوي أن يستعين به للإبحار نحو سفينته كان بإمكانه الانتهاء في وقت أقصر لكن وبسبب من ذلك المخلوق الذي هاجمهما ليلا عند الكهف كان يضطر لحرق الكثير من الأخشاب بعد غروب الشمس أمام فتحته مما أخر حصوله على المواد اللازمة كثيرا وزع قبطان الأخشاب بين الشاطئ والكهف وذلك أيضا استهلك منه الكثير من الوقت والجهد استغرق جمع المواد الضرورية للطوف أسبوعا ومثله لبناءه تقريبا حرس قبطان أن يكون الطوف الذي بناء كبيرا ليتمكن من حمل العملات الذهبية والأحجار الكريمة معه لأنه كان ينوي وضعه في صندوق متهالك الصنع قام ببناءه ببعض الأخشاب والحبال قبل يوم من رحيل القبطان نحو السفينة عادل الكهف عند الغروب وأشعل نار كبيرة التي أعتاد إشعالها منذ رحيل بالشون وخلال رمي الأخشاب فيها كي تزداد حجما بدأ يتحدث بصوت مرتفع ويقول سوف أرحل غدا هذه فرصتك الأخيرة لقدوم معي سوف أغفر لك ما قمت به من تهرب وتقاعص عن مساعدتي لكن لا تظني للحظة أنني سأبحث عنك لم يرد أحد على القبطان سوى بعض الجنادب التي كانت تصرصر في الغاب القبطان وهو يجلس أمام النار الكبيرة ويتناول بعض الفاكهة محدثا نفسه يبدو أنها ماتت أنا واثق من أن إحدى تلك الدواب المتوحشة قد التهمتها خلد القبطان للنوم مبكنا تلك الليلة ومع أول الصباح بدأ يحمل القطع الذهبية مستعينا بقميص الذي خلعه وصنع منه جرابا قدر القبطان أنه سيحتاج إلى ما يقارب عشر رحلات إلى خمس عشر رحلة ذهابا وإيابا بين الكهف والشاطئ لكن تقديراته لم تكن دقيقة ولم يستطع بعد عشرين رحلة بين الطوف والكنز أن يأتي بنصف قرر القبطان إتمام ذلك النهار في نقل الكنز للطوف وتأجير رحلاته لليوم التالي سرق الوقت منه ولم ينتبه إلا مع غروب الشمس وهو عند الشاطئ في تلك اللحظة أدرك أنه قد اقترف خطأا فادحا وهو أنه أحرق كل الأخشاب التي جمعها اليوم السابق لأنه لم يتوقع أن يبقى يوما آخر على الجزيرة باقي القبطان يفكر بقلق شديد والشمس تنغمس خلف الأفق بسرعة فالوقت قد فات للعودة للكهف وحتى لو عاد فلن يتمكن من إشعال نار يحتمي بها من وحوش الغيبة والإبحار الليلة غير آمن مع وجود السيرينات القبطان محدثا نفسه خطر دواب الغيبة أكيد لكن خطر السيرينات مرهون بكشفها لي وأنا هذه المرة أبحر وحدي ولن ينكشف أمري لكني لم أسمع تلك الوحوش الليالي الماضية فربما لن تعود الليلة انتهى حديث القبطان مع نفسه بقرارا مجازفة ودفع الطوف في الماء والإبحار به نحو السفينة لم يكن يملك شراعا لذا كان تحركه وتحكمه بالطوف معتمدا على التجديف بمجداف صنعه من إحدى الأشجار السميكة توجب على القبطان أن يجدف على حركتين منتظمتين مر يمينا ومر شمالا إذا أراد السير بشكل مستقيم ولكون السفينة كانت أمامه كانت تلك هي الحركة التي قام بها بشكل متكرر وهادئ خلت السماء من ضوء القمر ولم يكن معلقا فيها سوى بعض النجوم المتلألئة صار القبطان بهدوء وحذر شديد فوق الماء المتموج وبعدما انتصف الطريق بين الجزيرة والسفينة ارتفعت معنويات القبطان بالرغم من أن معالم السفينة لم تكن واضحة تماما أمامه لكنه كان يستطيع رؤية خيالها في الأفق اهتز الطوف فجأة وكأن شيئا قد ضربه من الأسفل مما أثار رعب القبطان ودفعوا لسحب المجداف بسرعة من الماء واحتضانه خشة فقدانه بدأت سرعة الطوف في التقلص وفقد عزيمته في السير للأمام وتدريجيا بدأت الأمواج الخفيفة في تغيير مصاره بعيدا عن السفينة لذا اضطر قبطان أن يستخدم المجداف مرة أخرى كي لا ينحرف عن خط سيره لكن ما أن لا ما اصطرف المجداف الماء حتى تعرض الطوف لدربه أخرى أكثر قوة من السابق استحب قبطان مجدافه بسرعة وقال بلا شعور بصوت مكتوب تب عمل هدوء لدقائق ولم يعد القبطان للتجديف بل اكتفى بالتحديق في الأفق شبه المظلم وهو يرى طوف يبتعد عن السفينة وعن الجزيرة أيضا استجمع قواه عزيمته وقرر أن يعاود التجديف مرة أخرى لكن مجدافه قطف منه بسرعة وسحب بقوة ماء وضعه في الماء في تلك اللحظة سرخ قبطان قائلا لا وتبع سرخه غناء جميل يأتي من عرض البحر كان الغناء بلغة لا يفهمها القبطان لكن النبرة كانت حزينة وكأنها تستجدي أو تطلب شيئا أثارت تلك الأغنية الرعب في قلب القبطان الذي لم يجد شيئا يقوم به سوء احتضان الصندوق الخشب المتهالك الصنع الممتلئ بالعملات الذهابية وإغماض عينيه استمر الغناء لفترة ثم تواقف ففتح القبطان عينيه ليرى خيال رأس أسود يطل عليه من أحد أطراف الطوف لكن الضوء لم يكن كافيا كيرى ملامحه احتضن قبطان الصندوق بقوة وبدأ يرتجف من الخوف لكنه لم ينطق بشيء كان ذلك الرأس يتفحص المكان بنظر فيما يبدو ولم يرى قبطان بوضوح فغاص مرة أخرى في الماء شعر قبطان بالغثيان لشدة التواطر والرعب الذي أحس به وهو يرى طوفه يبتعد عن الجزيرة خرج الرأس المجهول مرة أخرى من الماء فجأة وكأنه يريد التحقق مرة أخرى من وجود أحدا على سطح الطوف وهذه المرة رأى قبطان ذراع ذلك الشيء وهو يخرج من الماء ممسكا بالمجداف ويترق على سطحه بطرقات ثابتة ومتتابعة كان المنظر مخيفا جدا خاصة عندما تحدث ذلك الشيء بصوت مبحوح وقال أين أن؟ أعرف بأنك هنا توقف الشيء عن الطرق وغاصة الماء مرة أخرى ببطء وهدوء بعدما ترك المجداف عند طرف الطوف فهم قبطان بأخذه لكنه توقف خشة أن يكون ذلك فخا منصوبا له وقال في نفسه لن أكون فريسة لتلك السيرينات لم يكن أمام قبطان في ذاك الوقت سوى البقاء صامتا ومحتضنا لذلك الصندوق وهو يشاهد نفسه يبتعد عن الجزيرة كان الليل في أوله ولم يمضي على بقاء فيه سوى ساعتين وشروق الشمس بعيدا جدا قد بدأ قبطان يشعر بآلام لتصمر مكانه في وضع واحد وكان لابد أن يحاول تحريك سواعده قليلا ليجري الدم بها وكان لازما عليه أن يترك الصندوق ليقوم بذلك ترك الصندوق وأخذ يمد ويقبض أذرعه وأصابعه لتحريك الدم بها وتفاجأ بانهيار صندوق العملات الذهبية وسقوط معظم محتوى في الماء في ردة فعل غير محسوبة أخذ قبطان يحاول جمع العملات الذهبية المتناثرة حوله ولم ينتبه لنفسه فوقع في الماء كان بإمكان القبطان العودة للطوف بسرعة لكن رعبه من السيرينات جعله يتلفت يمينا ويصارا بعد أن أخرج رأسه من الماء وكان ذلك الوقت كافيا للطوف أن يسحب من الطيار وينجرف بعيدا عنه في عتمة الليل أخذ قبطان يرتجف في الماء من البرد والخوف ولم يكن يرى أي شيء حوله لم يرى الجزيرة ولا السفينة ولا أي شيء يمكنه أن يفكر باستباحة نحوه بقى قبطان مكانه يحرك أذرعه تحت الماء البارد للحفاظ على توازنه منتظرا أن يلاقي حطفه على يد إحدى السيرينات أو مجموعة منه مضت الثواني الطويلة وتحولت لدقائق أطول وشيء فشيء تحولت الدقائق لساعات كاملة دون أن يحدث لقبطان شيء أو يسمع صوتا خارجا عن المألوف بالرغم أن القبطان أمضى تلك الساعة في صمت إلا أنه تحدث كثيرا في عقله ومع نفسه كان حديثه في أوله يدوج بالتكهنات عن كيفية موته تخللها شيء من التوبة والندم عن أمور اقترفها في حياته لكن مع تقدم الوقت تحورت تلك الأفكار لأمل صغير نبت من رحم هدوء النفس ومع نموه ذلك الأمل أخذ قبطان يفكر بشكل مختلف وبدأ يزن الأمور بتروي نتج عن ذلك الأمل فكرة تحورت لقرار بالسباحة في أي اتجاه دون توقف حتى ينجو أو يموت قد تبدو تلك الفكرة غبية لكن في وقتها لرجل مثل قبطان وما يمر به كان ذلك أملا احتاج أن يؤمن به حتى وإنقاض لهلاكه سبح قبطان في المجهول ولم يرى أمامه سوى الظلام كان الماء باردا جدا وزايد من معاناته لكن ذلك لم يثبت عزيمته أو يثني عن الاستمرار في السباحة متعلقا بذلك الأمل الذي خلقه في مخيلته انقطع ذلك الأمل مع أول طرف فقده من أطراف جسده ومع ذلك استمر في السباحة ليفقد طرفا آخر تلوي الآخر حتى غرغ جسده والذي نهش وفترس في ثواني في صباح اليوم التالي بدأت الأمواج تلفز بعض قطع ملابس القبطان الممزقة لتلتقط بنشون أحدها وترفعها أمام نظرها وتقول بحزن يجب أن أجد مخرجا من هذا المكان رفعت نظرها وبدأت تنزل للأمواج الغاضبة والتي كانت تلطن بقوة ذلك الصباح وخلال نظرها هيئة لها أنها ترى شيئا في الأفق البعيد كذبت بنشون نفسها رافضة تصديق لكن مع مرور الوقت اتضحت معالم ذلك الشيء وقد كان سفينة مقبلة على سواحل الجزيرة بدأت بنشون بالصراخ وتحريك أذراعها وهي تقفز على أمل أن يراها أحدا على ظهر تلك السفينة وبالفعل لمحت شخصا على متنها يلوح لها بيده فدمعت عينها فرحا وهي مستمرة بالتلويح في انتظار أن ترسل تلك السفينة على ساحل جزيرة يوكاي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله